اشتركوا في القناة كله موجود القمر في برج الأسل في عنا كله مسار رح يبدأ من ساعات الظهر ولغاية صباح يوم الغد الجمعة طبعا فعشان هيك بدكوا تركزوا عشان تعرفوا الإيجابيات والسلبيات والتحذيرات لهذا الموضوع القمر الآن موجود في منزلة الزبرة في منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 3 و 11 دقيقة من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر طبعا زي ما حكينا هو موجود في برج الأسد عشان هيك اليوم بنشعر أكثر من يوم أمس أن الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناع حلية ثمينة التحلي بشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإنها بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة إيجابية وهي زاوية تثليت إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم اللي هو 22-9 ورح تستمر لغاية يوم 14 ذروتها يوم 28-9 في تمام الساعة 45-48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هايزة ويبتم نحن نوع من أنواع الوضوح في أمورنا وبرضو بتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا بالأعمال والمشاريع رغم هيك تراجع عطارد بعطينا نوع من أنواع التحذيرات حتى لو شفنا الأمور 100% وممتازة والطريق سهلة إلا أنه بتطلب منك الدقق بالتفاصيل أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وحكينا أنه تأثير هاي زاوية لغاية يوم 25-9 عادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث برضو إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 22-9 وهو اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة من الزوايا البطيئة يعني زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما وأحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبرضو بالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية السريعة اللي رح تتشكل اليوم فعندنا ثلاث زاوية وعندنا خلوم مسار الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية اللي رح تكون بين القمر وبين المريخ الساعة 6 صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات الظهيرة تقريبا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات العصر ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني بطريقة أو بأسلوب سلبي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هذه الزاوية من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي اللي هو يعتبر شوي طويل الفترة هاي لأنه رح يبدأ الساعة 11 و6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني بدو يبدأ اليوم الخميس ظهر الخميس ورح يستمر لغاية صباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة 7 و53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعدها بانتقل القمر للعذراء يعني في عنا فترة سلبية طويلة وفترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار أو اتفقنا عليها قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا إذا كان في مجال تأجيل عملية جراحية لها علاقة بهاي الأعضاء يفضل تأجيلها ولكن إذا كانت اضطرارية تنعمل ما في أي مشكلة يعني ويوصى كمان بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء الأخرى إلا دون فترة خلو المسار يعني لا ينصح فيها ولكن إذا كانت اضطرارية ما في أي مشكلة يعني يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن أو تنظيف البشر أو الأمور اللي إلها علاقة بقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة ولكن الجراحة لا تصلح نهائيا في هذا اليوم ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد هذا اليوم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم طبعا ساعة 12 منتصف الليل بصير 26 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء لآخر يوم طبعا لأنه بكرة 23 تسعة رح ينتقل القمر للميزان ويبدأ موسم الخريف يعني بداية الموسم الخريفي لهذا العام هو اليوم سعيد بنسبة 45% القمر في الأسد وفي خلو مصار ما رح ينتقل للعذراء بكرة بنتقل للعذراء طبعا منتحس بنسبة 25% الآن ولكن في ساعات مساء يوم الخميس بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الميزان بيتراجح حتى يوم 23 تسعة بعدين بده يرجع للعذراء يعني عندنا حلقة بكرة اللي هي حلقة الجمعة دسمة جدا بالمعلومات عندنا انتقال الشمس وعندنا انتقال القمر وعندنا انتقال عطارد متراجع للعذراء يعني لا تفوتوا حلقة الغد لأنها فيها معلومات كثيرة وفي نفس اللحظة بتفيدك بتوقعاتك لفترة طويلة بالنسبة العطارد طبعا منتحس اليوم بنسبة 65% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 تسعة منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلوب بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم ثمانية عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم أكثر فأكثر في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية ورح تنجحوا في حملة لترويج لعمل لسلعة لأمر معين عشان هيك اليوم حاول انك تكون جريء في طرح الوجهة نظرك أو الأمور اللي بترغب لها ولكن حاول انك ما تفرد سلطتك على أحبائك خصوصا الأحباء أو الأبناء اليوم رح تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض على أمر كنت بتنتظره من أيام برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع تعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة ولكن ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة تجنب العمليات الجراحية إيش ما كانت حاول أنك تبعد عنها خلال هذا اليوم طبعا مش كل موليد برج الثور عندهم عمليات جراحية ولكن اللي عندهم عمليات جراحية وحاولوا أنك تأخذوا فترة متقطعة من الراحة واستشيروا طبيبكم طبعا في بعض الأحداث اللي إلها علاقة في البيت ممكن تظهر من مصاريف أو اهتمام بأحد أفراد العائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات بشكل كبير والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أوجر بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم مش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك زيارات والتنقلات ولكن أهم شغله تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك لأنه ممكن تتعرض بعض الإصابات أو المخالفات المرورية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو دفعات أو فوتير أو تحصيل الأموال أهم إشي ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمعن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ يوم إيجابي ولكن انتبه على فلوسك وانتبه من المحتالين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من يوم أمس لأنه اليوم الطاقة كمان أعلى وأعلى بما أنه القمر يعني انتقل للمنتصف تقريبا فرح يعطي طاقة كبيرة لموليد برج الأسد وهاي الطاقة رح تعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدروا اليوم توضحوا وجهة نظركم وتهتموا بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع جديد تمتلكوا أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن يوم تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب بالأسد ولا يوم الغد صباحا لا ينتقل عندكم فبتجدوا أن التعب ما زال مسيطر عليكم حول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك وابتعدوا عن الضجيج والصخب وما تحسموا قرار وما تكونوا لجوجين لأنه ممكن يخذلكم الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بتكون لقاءاتكم وتنقلاتكم مهمة وممتعة وانت اليوم بتتمتع أساسا بنشاط فكري عالي جدا أهم شيء أنك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح تعرف لقاءات داعمة أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي إلا أجواء إيجابية ودعم لإلك بقوة على المستوى الاجتماعي فحاول أنك تستغل علاقاتك برج العطرب بالنسبة لموليد برج العطرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تهدئوا من انفعلاتكم وغضبكم اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا المخالفات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها ما في داعي اليوم للا المغامرات ولا للمجازفات حاولوا أنك برضو تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وما تتغيبوا عن عملكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة واليوم رح تنشطوا حتى بعلاقاتكم مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافروا اليوم في رحلة أو تفرحوا لإنفراج وتسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة عندك حيوية عالية جدا ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة وأيضا إذا كان عندك سفر اتفقد أمتعتك وأوراقك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرد أو تحصلوا على التسوي اللي بتحلموا فيها وممكن تناقشوا مواضيع مهمة وتجتازوا امتحانات شوي ممكن يكون فيها بعض الصعوبة فعالجوا الشؤون العائلية المهمة وأيضا الأمور المالية ما تغامروا فيها نهائيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء تحاذروا الخلافات حاولوا أنكم الضخم الأمور لأنه شوي اليوم أنتم تبدو مرهفين الحس ومتوترين طاقتكم ضعيفة بسبب وجود الشام القمر مقابلكم تماما وهذا الشيء بسبب لكم نوع من أنواع القلق يعني على مستوى الشراكة ممتاز على مستوى التعامل ما بينكم وبين الأزواج جيد جدا ولكن بتكون تحاذروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيتكم ممكن تثير النفور مع الأشخاص اللي بتعاملوا معكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن في البيت السادس يعني بدوا يركز على العمل وعلى الصحة فيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا على غذاءكم راحتكم حاولوا أنكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وحاولوا أنك تراعوا ظروفكم الصحية وحاولوا أنكم تكونوا برضو دقيقين ومنظمين في عملكم وإدارة الوقت مراعيين لا بمراعي لظروفك ولا معنوياتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر